اشتركوا في القناة فحضرتك اللي هتعمل ده بإيدك عشان كده لازم تكون تعارف تعمله عشان الشغل ما يتعطلش سؤال رقم 2 ايه الوقت المناسب اللي عين فيه مطور أعمال فيه حاجة اسمها دورة حياة الشرك وديه بتكون أربع مراحل زي مراحل الإنسان بالظبط في كل مرحلة من دول ده بيعدي عليها أي شرك مهمتنا اللي احنا كبسنس بولر او كفاوندر اللي احنا نعاين البسنس ديفليبر في آخر مرحلة الانترودكشن وفي أول مرحلة الجروس ده الوقت المناسب اللي انت تقدر تستفين بين خدماته سؤال رقم 3 جالي أفضل من مطور أعمال ازاي أفضل أفضل واحد فيهم لتعينه عني في الشرك وهنا نتفق مع بعضا على حاجة انت مهمتك تختار الأنسب مش الأفضل الأفضل ممكن ما يكونش هو الشخص اللي انت محتاجه حاليا في الوضع الحالي انت مهمتك تختار الأنسب واحد من البودجت من الإكسبرينس في الوقت الحالي الثالث حاجات هيساعدك ان انت تختار وتعين الشخص المناسب كمطور أعمال رقم 1 علمه وكبرته رقم 2 إنجازاته الصادقة كمطور أعمال رقم 3 إحساسك الداخلي لما انت قعدت معا وتكلمت معا ان كان هو الشخص المناسب بان انت مرتاح تشتغل معا ولا ندا سؤال رقم 4 أنا شهير مطور أعمال وبعمل الجزء بلانيج وستراتيجي كويس بس مش بعرف أخلق أفكار مبتقرة وجديدة انحو نصحك بتلات حاجات أول حاجة اتفرج على قفل المسلسلات عن البيزنس وعن الانمي وعن الخيال العلمي هتفرق معك كتير ولكن ديها وقته تاني حاجة هنصحك بيها ما تحكمش على أفكارك انها تفقى اعرضها وخنيها تطلع انت ما تعرفش الفكرة انت شايفها تفقى دي ممكن تنجبين تالت حاجة اتعلم من اللي قبلك ما تحاولش تختار العجلة من الأول وجديد قط تطشو لو بسيطة على اللي قبليك عملوه هتفرق معاكم على الوقت هتلاقي نفسك انت بتعرف تبتكر وتخترع حاجة جديدة سؤال رقم كمسة انا شاديان مطور اعمال مش بكون وصك امتى اقول ننزل بمنتج جديد او ندخل سوق جديد ايه ممكن يساعدني في الحالة دي ده سؤال حلو جدا انا انصحك بشدة انك تدري اسكورس اسمه go to market strategy الكورس ده هيساعدك انك تحل الموضوع ده بناءا على حين دايما اننا بنكون خايفين بنبقى حاسين بالشك من القرار اللي احنا هناخده الشك بيجي من عدم المعرفة الكاملة فمهمتك هنا انك تقدر تحل او تقلل الشك ده بالمعرفة والهلم ده هيقلل الموضوع ده بالنسبانك بالنسبة جميلة جدا فحالة انك كنت قريدي يواخد الكورس ده وعندك المعلومات الكافية في الموضوع ده فهنا يؤسفني ان انا اقولك او مبسوط ان انا حصارحك بحاجة زي كده ممكن ما تكون شده عايز تسرح نفسك بيها وهي انك كيف من لون الشرك عليك او كيف من لون باقى موظفين عليك وهنا نازم تكون عارف في جملة بحبها جدا ومشهورة جدا على سوشال ميديا بتقولك ان اكبر مخاطرة ممكن تاخده اي انك متعملش اي شيء فمهمتك هنا انك تتواطر على الله وداخل بالاسباب انت مش شغال لوحدك معنى ان انت تقول يلا بنا نخش سوق الجديد او سوق الفلاني ويلا بنا نعمل منتج جديد في الوقت الفلاني دانش بيكون قرارك انت الوحدة انت شغال مع فاوندرز وكو فاوندرز وفيه المدير اللي يكون دي بارس ما انت موجود معاك في الشركة وكلهم بيتفقوا وبيتشاركوا علشان يغلوا القرار ده فانت لا يقع علوم حليك وحدك فاهمل ان حليك وتوكر على الله خب للاسباب واوه هتلوم نفسك على حاجة زي كده اسحب وتوكر على الله ده كان كده جزء من الاسئلة اللي جاك هنا لو عندك اي سؤال شاركوا معايا في الكومنت واوعدك ان انا هعمل فيديو كل شهر يجاو فيه على كل الاسئلة ان انتم محتاجين تعرفوه وما تنساش لو معنا تشغلوا عن سابس لايب ان اكتملوا لشان يوصلوا لكل ريديو مني اشوفكم على خيش